أسبوع تداولات مجنون فبعد حظر شركات التداول مثل روبين هود تداول الأسهم مثل جيمستоп اي ام سي نوكيا اللي أزعج هذا القرار كتير من المتداودين خلاهم يبحثوا عن بديل فكانت العملات المشفرة هي البديل فرح نحكي اليوم عن العملة الرقمية اللي قفزت من سعر الأقل من سنت لأكتر من سبعة سنت مع نهاية الشهر الماضي وارتفع فيها الفوليوم لأربعين مليار دولار من ميتين وثمنتعشر مليون دولار بيوم تداول واحد وصولا اليوم للمركز 15 كأكتر عملة قيمة سوقية بين العملات الرقمية العملة الرقمية اللي رح نحكي عنها اليوم هي عملة الشعب الدوجكوين اللي محقق ارتفاع أكتر من 500% في أسبوع بالرغم من الهبوط الأخير إن كانت أول مرة بتشوفنا فما تنسى تشترك وتشارك معانا في يلا اقتصاد وتترك رأيك بعملة الدوجكوين في التعليقات وما تنسوا حضراتكم أنه تضغطوا اللايك لنوصل لأكبر عدد من المهتمين فشكرا لكم ننطلق السلام عليكم أنا أحمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد على غرار اللي حصل مع الارتفاعات الصاروخية لسهم شركة GameStop اللي حكينا عنه في الحلقة السابقة واللي استفاد من مجتمع Wall Street Bets على موقع ردد اللي رفع السعر وأجبر صناديق التحوط بإنه يشتروا السهم بعد ما كانوا بايعينه فالرابط العجيب بين GameStop والدوجكوين هو مجتمع موقع ردد وطبعا إيلون ماسك فزي المجتمع اللي كان موجود Wall Street Bets لل GameStop فكان فيه مجتمع على موقع ردد اسمه ساتوشي ستريت بيت اللي فيه حوالي 270 ألف عضو اللي ممكن يأثروا على السعر اللي كريبتو مع أنه عددهم أليل بس سيولة العملات الرقمية تعتبر قليلة نوعا ما فالتأثير عليها وارد فأنت محتاج تعرف توجه البعض لتعرف أحيانا شو تشتري وتبيع من هاي العملات لأنه لما عرفت اتجاه هاي المجموعات أحيانا فأنت ممكن تدمر نفسك ومحفظك بصفقاتك من الجانب الثاني فإيلون ماسك زي ما دعم GameStop دعم الدوجي كوين فكتب تغريد ووصفها أنه عملة الشعب خلونا هلأ نوضح كيف بيشتغل الدوجي كوين كعملة الدوجي كوين كان عبارة عن فورك من لاكي كوين اللي هي عبارة عن فورك من لايت كوين اللي كان فورك من البيتكوين يعني عبارة عن حلم من أصل حلم من أصل حلم من أصل حلم فالدوجي كوين له مميزات عن البيتكوين ما تتفاجأ مميزات عن البيتكوين مثل وقت الكتلة اللي هو دقيقة واحدة فالماينرز بحل الكتلة اللي بتحتوي على معاملاتنا المالية على البيتكوين كل عشر دقائق تقريبا بينهم بعملة الدوجي كوين فالماينرز بحل الكتلة كل دقيقة واحدة بس فمنقدر نقول أنه الدوجي كوين كعملة أفضل من البيتكوين لأنه حوالتنا بتم حلها بشكل أسرع من البيتكوين بالتالي بتوصل بشكل أسرع تقنيا طبعا والميزة الثانية المعروفة طبعا أنه الدوجكوين هي أرخص الاستخدام والاستثمار طبعا طبعا رخصها لأنها هي أقل شهرة من البيتكوين أما لو حكينا عن المعروض من العملتين فالبيتكوين فيها 21 مليون بيتكوين كحد أخصى يعني تعتبر من العملات الإنكماشية وبكل مرة رح يحل المعدنين بلوك فرح تزداد صعوبة وبيتم تخفيض المكافآت كل تقريبا أربع سنوات زي ما حكينا في حلقات سابقة عن انقسام البيتكوين أما الدوجكوين كعملة على العكس تماما فهي من العملات التضخمية يعني رح تستمر بصنع المزيد منها والمكافآت الفعلية لكل كتلة من عملات الدوجكوين هي في الواقع 10 تلاف دوجكوين فالدوجكوين نظريا ما بتعتبر نادرة زي البيتكوين فهذا يعني أنه رح تأخذ كتير من العمل والوقت لزيادة السعر يعني الحديث لو وصولها لسعر الدولار مش معقول حسابيا بهذا الوقت لأنه بدنا صعود تقريبا 3300 بالمية من الأسعار الحالية تقريبا وبدنا كمان 125 مليار و 400 مليون سيولة في الدوجكوين فهذا يعني لازم ضخ كتير من الأموال لنوصل لهذا الرقم يعني كتير من الوقت وكتير من المستثمرين وكتير من الجهد وكتير من إيلون ماسك على كل أحوال الوصول لواحد دولار بيحتاج لكتير من الأموال والتدريج الصعودي اللي أعتقد كل المستثمرين بالعملة مؤمنين فيه ومن الجانب المشرق فيمكن تكون سنة جيدة على العملات الرقمية خاصة أنه في شوية محفزات مثل التنظيمات الحكومية لبعض الدول إضافة عدد من الشركات الكبير لبيتكوين أو العملات الرقمية مثل إمكانية إدخال البيتكوين لشركة تسلا من إيلون ماسك اللي رح يضمن كتير من السيول اللي بتدخل للعملات الرقمية طبعا فممكن نقول أن الأموال الذكية ممكن قاعد بتشتري بهدوء العملات الرقمية ختاما وكنصيحة حتى لو مش مقتنع بالعملات الرقمية خلي عندك محفظة مفاعلة لأنه يمكن لما تغير رأيك يصير تفعيل المحفظة بيحتاج وقت كبير ويكون في ضغط كبير على الشركات مثل اللي حصل سنة 2017 لما صار فيه ارتفاعات كتير كبيرة على العملات الرقمية فالمستثمرين والأموال اللي دخلت على الشركات كان كبير وفوق طاقة الشركات نفسها وكمان ما تنسوا تحويل العملات الرقمية بعد الشراء لمحفظات رسمية للعمل نفسها أو محفظات مثل الليتجر وإن كنت ناوي تحتفظ بالعملات الرقمية بمحفظة الشركة خليك رابط المحفظة ببرنامج الحماية مثل جوجل أثنتيكيتر وأكيد لازم ما ترد على أي إيميل بطلب منك تغيير الباسورد لأنه غالبا بكون جاي من هكر عشان يعدلك عملاتك بجيبته أتمنى أن تكون الحلقة نالة إعجابكم فشكرا لمتابعتكم وما تنسوا تعملوا اشتراك في يلا اقتصاد وتعطونا رأيكم بالتعليقات وتكبسوا على الإعجاب في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته